موسيقى نشرة مفصلة للأنباء من الميادين وتتابعون فيها موسيقى هيئة التفاوض السورية تقرر مقاطعة مؤتمر سوتي ديمستورا يؤكد أن الأمم المتحدة لم تتخذ قرارا بعد ودمشق ترفض ورقة مجموعة واشنطن بمضمون فرض الإرادة لهذه المجموعة التي قدمت هذا المشروع الفرض الإرادة على سوريا سفير روسيا في لبنان يقول أن وثيقة مجموعة واشنطن موجهة ضد حوار سوتشي وسفير بريطانيا السابق في دمشق يؤكد أن هدفها إضعاف الرئاسة السورية شهداء وجرحى في غارة جوية نفذتها مروحية أمريكية في البغداد غرب الأنبار السلطات السعودية تفرج عن رجال أعمال كبار بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم والأمير وليد بن طلال يتوقع الإفراج عنه خلال أيام أهلا بكم قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان ديمستورا إن الأمم المتحدة لم تقرر حتى الآن إن كانت ستحضر مؤتمر سوتشي وأنه سيقدم إحاطة إلى الأمين العام بشأن الدعوة إلى حضور المؤتمر كما شدد على أن الحل المستدام في سوريا يكون بعملية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف نتائج مؤتمر سوتشي ستقدم إلى جنيف كمساهمة في عملية المحادثات بين السوريين هناك حاجة إلى بيئة آمنة وهدئة ومحيدة والهدف النهائي هو تمكين الشعب السوري من أن يقرر بحرية واستقلالية مستقبله في انتخابات برلمانية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة ويفي بالمتطلبات المنصوص عليها في القرار 2254 من الضروري وضع حد لجميع أعمال العنف واستعادة الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها هيئة التفاوض السورية المعارضة أعلنت مقاطعتها مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي وقال المتحدث باسم الهيئة يحيى العريضي أن الحكومة السورية وحلفائها لم يقدم التعهدات اللازمة وإن مؤتمر سوتشي محاولة لتقويد جهود الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق سلام من جانبه رفض رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري الورقة التي سربتها مجموعة الدول الخمس جملة وتفصيلا إنما يسمى الورقة غير الرسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف بشأن سوريا هذا هو عنوان الورقة هذه الورقة غير الرسمية مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تستحق الحبر الذي كتبت به لأن شعبنا لم ولن يقبل بأن تأتيه الحلول بالمظلات أو على ظهر الدبابات جولة فيينا لم تقدم منتظره المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمعارضة السورية لتشجيعهما على المشاركة في مؤتمر سوتشي التفاصيل في هذا التقرير لمفد الميادين إلى فيينا مصعص يوم فيينا حفلا بالتطورات المنصالية في مسار العملية السياسية في سوريا علما أن أي من ملفات محادثات جنيف لم يطرح على الطاولة النقاش تمحور حول مسألتين خارجتين عن العملية الماضية وهما مؤتمر الحوار في سوتشي ووثيقة مجموعة الخمس وفد المعارضة بدأ في يوم الأول مرتاحا مستندا إلى تطمينات من دول داعمة جال عليها خلال الأسابيع الماضية فرفع سقف الموافقة على المشاركة في سوتشي انتظر تنازلات من قبل الحكومة السورية وتطمينات من قبل الجانب الروسي بأن يكون له الدور الأساس في سوتشي وثيقة مجموعة الخمس التي أراد واضعها من خلال تزامن توزيعها على الأطراف قبل أيام قليلة من مؤتمر الحوار السوري الحد من اندفاعة روسيا لم تأتي لصالح المعارضين الرافضين لسوتشي أكثرية الأعضاء رفضوا الصيقة التي طرحت بها الوثيقة فهي تخالف القرار 2254 وتحل محل السوريين في اختيار دستورهم هذا الموقف لم يشمل الأعضاء كافة قسم منهم كيحيا العريض رأى بالوثيقة خطة عملية لتطبيق القرار الدولي نقاشات الساعات الماضية بين أعضاء وفد المعارضة والخلافات بالرأي بين الأطراف المكونة أعادت الأمور إلى المربع الأول أكثرية الأعضاء المدعومين من تركيا وأعضاء منصتي القاهرة وموسكو جاهزون للمشاركة في المؤتمر الروسي الأمور رست لدى الوفد أخيرا على شروط منها وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية الضغط الغربي على روسيا وصل ضروته خلال الساعات الأخيرة فإلى جانب وثيقة مجموعة واشنطن موقف شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي سربته الدبلوماسية الفرنسية الموقف يقول إن الأوروبيين لن يلتزموا بدعم أي عملية لإعادة الإعمار في سوريا يقودها الروس لأن الاتحاد الأوروبي بحسب الدبلوماسي الفرنسي ليس صندوقا ماليا لتمويل مشاريع قامت بها دول لا تنصق معنا ولا يمكن بعد هزيمة داعش التأخر في عملية الانتخال السياسي وضع الأمم المتحدة ليس أفضل من وضع المعارضة فيما يختص بالموقف من مؤتمر سوشستفاندي مستورا الذي طرح عددا هائلا من الأسئلة على الوفد الحكومي حول أهداف المؤتمر الروسي وأين ستوظف نتائجه لم يحصل على كامل الأجوبة لأن المؤتمر كما قال بشار الجعفري لم يؤقد بعد جولة فيينا أقصر الجولات التفاوضية لكنها كانت محطة مفصلية في مسار العملية السياسية المعارضة واجهت أكثر الخيارات قصاواتا فالمشاركة في سوتشي أو عدمها ستترك ندوبا كثيرة على تماسكها والأمم المتحدة لم تحصل على ما أرادته من تنازلات سورية مصاعص فيينا الميادين في مقابلة مع الميادين قال السفير الروسي في لبنان أليكساندر زاسبيكين أن الوثيقة المسربة عن مجموعة واشنطن موجهة ضد حوار سوتشي وأكد أن موضوع صلاحيات الرئيس السوري شأن داخلي يحدده السوريون هذا المشروع يعني عمليا برغم أنه شكليا هناك كلام حول قرار مجلس الأمن والمبادئ والانتخابات والآخره ولكن بمضمون فرض الإرادة لهذه المجموعة التي قدمت هذا المشروع الفرض الإرادة على سوريا من خلال الاقتراحات حول تغيير الصلاحيات للرئيس رئيس الوزرار برلمان والإدارات المحلية كل هذه يبدو واضحا أدوات بنسبة لأصحاب لهذا المشروع السفير البريطاني السابق في سوريا بيتر فورد قال أيضا للميادين أن هدف واشنطن في سوريا هو تغيير الحكم وأكد أن واشنطن تريد إضعاف الرئاسة السورية وفرض شروطها على الشعب النية الأمريكية بريطانية والحلفاء الآخرين النية واضحة تدعيف سوريا تدعيف رئاسة السورية عن طريق دستور جديد والفرض على سوريا شروط شروط ما نجحت أمريكا في فرضها عن طريق الحرب بس تحاول فرضها عن طريق المفاوضات الحقيقة هذه الورقة صخيفة إذا كانت الأفكار للدستور لسوريا جايرة لماذا الأردن أو السعودية تتبني هذه الأفكار المستشار السياسي الروسي للمبعوث الأممي إلى سوريا فيتلي نعومكين أكد أن الورقة التي تحمل اسمه وتتكون من 12 بند ستطرح في مؤتمر سوتي وفي تصريح هاتفي للميادين من فيينا قال نعمكين أن هذه الورقة وثيقة وافقت عليها الأمم المتحدة هذه الورقة ليست جديدة هي فعلا تتألف من 12 بند وضعت من قبل الأمم المتحدة وكان لي دور كبير في إعدادها رغم أني لا أفضل التركيز على هذه الناحية هذه الوثيقة نقشت في لقاءات موسكو كما في جولات المباحثات في جنيف وسوف تعرض بالفعل على مؤتمر الحوار الوطني في سوتي إلى جانب البيان الختمي كأساس للتسوية السياسية في جنيف التصعيد الأمريكي الجديد في الحرب السورية بدأ مع وضع وثيقة منحت الأمم المتحدة دورا يشفه الوصاية على كل العملية الانتخابية مستقبلا في سوريا في محاولة لمحاصرة الدور الروسي وبالتزام صعدت عسكريا عبر تأهيل مجموعة من فصائلها لتحقيق اختراق ميدني جديد انطلاقا من قاعدة التنف ديما نصيف نرحب بأي دولة المتحدة بشرط أن يكون مرتبط بالسيادة السورية العبارة التي فند بها الرئيس بشار الأسد قبل شهر دور الأمم المتحدة في العملية الانتخابية حددت أي قبول سوري بما يمكن أن تلعبه المنظمة الأممية في أي انتخابات مقبلة في سوريا لكن الإعداد للتصعيد أمريكيا مجددا في الحرب السورية قد بدأ التصعيد سياسي وعبر الأمم المتحدة وثيقة حصلت عليها الميادين في فيينا تعرض مجموعة نقاط وضعتها واشنطن مع أربعة من حلفائها لتكون أجندة الحل السياسي وتمنح الأمم المتحدة دورا يشبه الوصاية على كل العملية الانتخابية مستقبلا في سوريا بما فيها الرئاسية وتحدد تفاصيل الإصلاحات الدستورية لتكون أرضية لتقليم أظافر سوتي ومنع موسكو من احتكار العملية السياسية في سوريا التصعيد أيضا قد يكون عسكريا قاعدة التنفي في الجلوب السوري واشنطن تعيد تأهيل مجموعة من فصائلها لتحقيق اختراق جديد في الشمال وشمال الشرقي للقاعدة على ما نقل مركز المصالحة الروسي عن شهادات لاجئين في المنطقة لمحاولة التوسع على طرفي الحدود مع العراق وتقويد العملية السياسية التي تسعى موسكو لاشتراح مسار جديد لها في سوتي موسكو ليست وحدها في أجندة التصعيد الأمريكي والأرجح أن ذلك لن يؤدي إلى مد الساحة السورية بجرعة من التفاؤل إنما احتدام الصراع مجددا والأرجح أن تحاول الفصائل الكردية وغيرها من الفصائل المسلحة الاستفادة ميدانيا من قرار السعودية وأمريكا تصعيد المواجهة بذريعة تقويد النفوذ الإيراني فالعمليات التي تطورت بسرعة في إدلب واستعادة مساحات واسعة من البادية ودخول الجيش السوري المرتقب إلى عفرين كلها هجمات استباقية لدماشق وحلفائها أفسدت محاولات واشنطن لتكريس التقسيم من خلال المشروع الفدرالي الكردي أو خلق كيانات من الفصائل المتشددة أما الناجون من الهزائم بمواجهة الجيش السوري في الجبهات السورية أعادتهم دماشق تدريجيا من خلال المصالحات والانضمام إلى مسار تسوية داخلي مسار تراهن دماشق أن يستكمل في سوتي ما أفقد واشنطن القدرة على حجد عناصر قتالية جديدة لقلب الموازين على الأرض وفرض حل سياسي ما دفعها لمحاولة فرضه من خلال وثيقتها الجديدة ديماناصيف دماشق المياتي توعدت قوات سوريا الديمقراطية تركيا برد مناسب إذا وسعت هجومها ضد الفصائل الكردية المسلحة حتى حدود العراق قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تدمير دبابة للجيش التركي بمحيط قرية أمرا فيما جددت تركيا قصف قرية زورمغار غرب مدينة كوباني إضافة إلى قصف بلدة الشيوخ من مدينة جرابلس بمدافع الدبابات في العراق استشهد خمسة أشخاص وجرح أحد عشر بين مدني وعسكري في غارة نفذتها مروحية أمريكية على البغداد غرب الأنبار مصادر محلية قالت أن المروحية الأمريكية قصفت عددا من المركبات المدنية والأمنية وكان على متنها مدير ناحية البغداد ومدير شرطة الناحية قال مصدر مسؤول لرويترز أن عددا من كبار رجال الأعمال في السعودية توصلوا إلى تسويات مالية مع السلطات بعد ثلاثة أشهر من توقيفهم وأضاف المصدر أن من بين المفرج عنهم وليد أل إبراهيم مالك شبكة أم بي سي تلفزيونية وخالد لتويجري الرئيس السابق للديوان الملكي صحيفة فينانشل تايمز قالت أن المفاوضين طلبوا من مالك أم بي سي التخلي عن ملكيتها وكانت السلطات قد أفرجت عن موقفين آخرين بينهم الأمير متعب بن عبدالله الذي دفع مليار دولار بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الحكومة وكالة رويترز نقلت عن الأمير السعودي الوليد بن طلال قوله أنه يتوقع أن لا يتنازل عن أي أصول وأن يواصل السيطرة على كل شركاته الوليد بن طلال أكد بحسب رويترز أنه يتوقع الإفراج عنه خلال أيام مشاددا على أنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد وقال في تصريح لرويترز أنه يلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه فاصل ونعود أهلا بكم من جديد شهدت مناطق مختلفة في الضفة الغربية تظاهرات داعمة للقدس ومناهضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي غزة أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال في منظمة الفصائل وقفات تضامنية مع القدس تقرير أحمد غانم التأكيد على مركزية قضية القدس وفشل مشاريع التسوية مع الاحتلال فضلا عن الدعوة إلى تصعيد الانتفاضة رسائل حملتها هذه الوقفة التضامنية مع القدس التي دعت إليها حركة حماس جنوب القطاع لتجدد تشديدها على أن القدس خط أحمر ستسقط أمامه كل مشاريع التصفية والاستهداف هي رسالة الغضب الجماهيري التي ستبقى قائمة بانتفاضة القدس وبثورة شعبنا إلى أن يسقط ترامب وتعود القدس عربية إسلامية إلى حضن شعبنا بإذن الله عز وجل وتأكيد أن كل خيارات التسوية والمفاوضات والتنصيق الأمني سقطت أرضا ولم يبقى مام شعبنا إلا خيار الجهاد والمقامة والثورة والانتفاضة الكثير بتحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس المختصبين وفي شمال القطاع ورغم الأجواء العاصفة والماطرة تنظم القوى الوطنية والإسلامية وقفة أخرى مندلة بقرار ترامب ورفضا لمخططات تصفية قضية اللاجئين مخططات يؤكد الجميع ضرورة إفشالها عبر تصعيد الانتفاضة وتطويرها القدس على الطاولة وستبقى على الطاولة والقدس هي العنوان الأبرز للصراع العرب الإسرائيلي ولن يكون هناك أمن واستقرار أو حل سلمي في المنطقة دون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين الشعب الفلسطيني ماضم بمسيرته التحررية من أجل تحقيق حق العودة إلى كل البلدات والقرى التي هجرها منه الاحتلال عام 1948 ولإسقاط هذه المخططات هي بضرورة تسعيد المقاومة وفي مقدمتها المقاومة الشعبية ومقاطعة إسرائيل ورفض مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية عليها تواصل الحراك الداعم للقدس وانتفاضتها يؤكد التفاف الشارع حول قضيتهم المركزية تسعيد الانتفاضة الشعبية والاتفاق على صيغة وطنية شاملة لتطويرها انطلاقا من وحدة الموقف الفلسطيني خيارات كفيلة حسب ما يؤكد الجميع لإسقاط مشاريع الاحتلال ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية أحمد غنم غزة الميادين أدخل الجيش الإسرائيلي تحديثا على وثيقته الاستراتيجية وأعاد فيه ترتيب أولويات التهديد على جميع الجبهات متوقفا عند التعاون مع الدول العربية التي وصفها بالمعتدلة تقرير هيثم عباني أعد الجيش الإسرائيلي وثيقته الاستراتيجية التي جاءت محدثة عن الوثيقة التي نشرها رئيس الأركان غادي أيزينكوت في العام 2015 والتي ركز فيها على مروحة التهديدات التي تواجهها إسرائيل الوثيقة أظهرت ترتيب الجبهات بحسب خطورتها على إسرائيل فوضعت إيران وحزب الله في سوريا ولبنان في المرتبة الأولى والجبهة الفلسطينية في المرتبة الثانية رغم أنها الأكثر قابلية للانفجار وركزت على الأهمية الكبيرة لاستراتيجية المعركة بين الحروب التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي في مواجهة تلك التحديات في المقابل تحدثت الوثيقة عن التعاون بين إسرائيل ودول وصفتها بالمعتدرة في المنطقة ودول عظمة وجاء في الوثيقة أن إسرائيل تتمتع بمكانة استراتيجية راسخة وتوازن إيجابي مقابل جميع أعدائها كإبعاد التهديد النووي الإيراني وضعف الدول العربية وتركيز دول المنطقة على مشاكلها الداخلية وأفول إمكانية نشوء ائتلاف عربي يحارب إسرائيل لكن الوثيقة المعدلة أشارت إلى ما وصفته بدور إيران السلبي في مجالات أخرى وإمكانية نشوء احتمال لتهديد تقليدي خطير آخذ في التعزز بواسطة الانتشار لمحور المقاومة عند الحدود مع الجلان المحتل الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة هارتس تظهر مخاوف الجيش الإسرائيلي من النيران الدقيقة لدى محور المقاومة بكل عناصره ومن أسلحة متطورة لديه من شأنها تقييد قدرة المناورة البرية الإسرائيلية إضافة إلى تهديد الحرب الإلكترونية وتفصل الوثيقة مبادئ مفهوم الأمن القومي فتتحدث عن استراتيجية أمنية دفاعية تهدف إلى ضمان الوجود وردع العدو والحد من التهديدات وتأجيل مواجهات عسكرية وفق الحاجة بما يضمن مبدأي نقل القتال إلى أراضي العدو وتقصير أمد الحرب معلقون إسرائيليون عدوا هذه الوثيقة استثنائية ورأوا فيها رسالة يوجهها الجيش إلى المستوى السياسي والحكومة التي تهربت من التعاطي مع مضمونها وصف الخبير الاقتصادي اللبناني رئيس تحرير مجلة الأعمار والاقتصاد حسن مقلد قانون العقوبات الأمريكية على حزب الله بقانون للعقوبات على لبنان ولفتا إلى تقاطع المصالح بين واشنطن والرياض للمسي بالاستقرار المالي والنقدي في لبنان الحديث الكامل المقلد مع الميادين يعرض اليوم ضمن الحوار الاقتصادي عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القدس الشريف والأمريكي والسعودي بتقاطوا عن مقطة أساسية هون الناس ما بتشوفها ما بتلحظها اتنينهم بيعتبروا أي اضطراب في السوق المالي اللبناني بالتحديد بالعملة الصعبة له تأثير على سوريا كبير جدا خاصة في هذه المرحلة لأنه ما نسر أنه اليوم حجم النقد الصعب اللي بيقطع على سوريا بالدرجة الأولى واللي ما ممكن إيقافه بفعل التدخل بين البلدين هو مصدر لبنان فالسعودي بتعتبر إعادة مسك لبنان ومنه معبر للدخول لسوريا مرة جديدة هو عبر اهتزاز الوضع المالي الأمريكي بيعتبروا نتيجة صراعهم الدخل من جهة نتيجة ضغوطاتهم قبل التسويات الكبرى هذا مامار طبيعي ما خوفهم أن الاستقرار تحول للانهيار فبالتالي بتنهار اللعبة تبعيطه نظر استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس للدفاع عن سياساته الاقتصادية ولا سيما شعار أمريكا أولا قائلا إنه لا يستبعد تعاون واشنطن مع دول أخرى ولم حايل احتمال عودة بلاده إلى محادثات التجارة الحرى مع دول على جانبي المحيط الهادئ أمريكا أولا لا تعني أمريكا وحدها عندما تنمو الولايات المتحدة ينمو العالم أيضا الازدهار الأمريكي وفر عددا لا يحصى من الوظائف في مختلف أنحاء العالم ودفعت حملة التفوق والإبداع والابتكار في الولايات المتحدة إلى اكتشافات مهمة تساعد الناس في مختلف أنحاء العالم للعيش في مناخ أكثر رخاء وللتمتع بالمزيد من الصحة في فرنسا يتوقع أن يبلغ ارتفاع منسوب نهر السين ذروته اليوم وغدا مع احتمال أن يصل إلى ستة أمتار يأتي ذلك بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة مصلحة الأرصاد الجوية قالت أن الأمطار في الشهرين الأخيرين كانت من الأكثر غزارة منذ العام 1900 وقد اتخذت السلطات إجراءات احترازية منها إغلاق بعض محطات المترو القريبة ومنع الملاحة على النهر ماذا حملت عنوين بعض الصحف العربية الصادرة لهذا الصباح هذا ما سنتعرف عليه في هذه الجولة الصحفية مع الزميل أحمد عبدالله صباح الخير أحمد صباح الخير عبدالرحمن شكرا صباح الخير مجددا مشاهدين من صحيفة البناء اللبنانية نبدأ جولتنا على أبرز عنوين الصحف ونقرأ فيها رفض سوري يشمل الحكومة والمعارضة لورقة الخمسة على أبواب سوتي واشنطن والرياض تقودان ربط الحل في سوريا بحلول المنطقة عبر تقاسم نفوذ وهدنة عسكرية باسيل وخليل لربط نزاع على الخلافات قبل التوجه للانتخابات وحزب الله يفتتح ضريف يدعو الأوروبيين للالتزام بالاتفاق النووي دون ذرائع صحيفة الدستور الأردنية كتبت في عنوينها أردغان يتوعد بتوسيع غصن الزيتون حتى حدود العراق خمس دول بينها الأردن تقدم خطط عمل لحل الأزمة السورية تراجع إسرائيلي عن مشروع حظر الأذان حرب كلامية بين واشنطن والقيادة الفلسطينية من الدستور الأردنية نتقل المشاهدين إلى صحيفة عمان واخترنا من عنوينها ترامب في دافوس يرفض التجارة غير العادلة ويحيي القادة الأفارقة أكد أن مئة بالمئة من الأراضي استعيدت من تنظيم داعش بريطانيا تتهم روسيا بتجسس كبير وموسكو تراه غير منطقي نتابع جولتنا مع صحيفة البلاد الجزائرية وجاء في عنوانها الأبرز الجيش يقضي على ثمانية أمراء في تنظيم القاعدة بخنشلة بعد رصد اجتماع سري لمسؤولي السرايا والكتائب للجبهة الحدودية اكتشاف ترسانة أسلحة وذخيرة في تندوف أما صحيفة النهار الكويتية فعنونت الجرالة نرفض ونستهجن الإساءة للروضان نصيق بحرص الأشقاء السعوديين على علاقاتنا الأخوية أكد تجاوب السلطات الإيرانية لحل مشكلة المواطن العازم وإطلاقه قريبا ونختم جولتنا من قطر مع صحيفة الرايا وفيها قطر وأمريكا تعززان الشركات والعلاقات الاستراتيجية إطلاق الحوار بين الجانبين الثلاثة بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء ومسؤولي البلدين جولتنا على أبرز عنوين الصحف انتهت عبد الرحمن عودة إليك شكرا لك أحمد إلى العنوين هيئة التفاوض السورية تقرر مقاطعة مؤتمر سوتشي ديمستورا يؤكد أن الأمم المتحدة لم تتخذ قرارا بعد ودمشق ترفض ورقة مجموعة واشنطن بمضمون فرض الإرادة لهذه المجموعة التي قدمت هذا المشروع الفرض الإرادة على سوريا سفير روسيا في لبنان يقول أن وثيقة مجموعة واشنطن موجهة ضد حوار سوتشي وسفير بريطانيا السابق في ديمشق يؤكد أن هدفها إضعاف الرئاسة السورية شهداء وجرح في غارة جوية نفذتها مروحية أمريكية في البغداد غرب الأنبار السلطات السعودية تفرج عن رجال أعمال كبار بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم والأمير الوليد بن طلال يتوقع الإفراج عنه خلال أيام للمزيد من الأخبار زروا موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء